اشتركوا في القناة التي يزيد علوها 800 متر حتى على شمال الصحر ومنطقة تصورة وبتحديد على جبل عنطر ببشار خلال يوم الغد دائما اضطراب جوي سيكون نشط الفعالية مرفوق بأمطار عن شكل زخات رعادية ستخص الوجهة السحيلية ننتظر كذلك التواصل لتساقط الثلوج على المرتفعات والقيمة الجبلية التي يزيد علوها 800 متر لغاية 900 متر أحيانا الألف متر تقريبا على كافة المرتفعات الداخلية ننتظر بحول الله سحب سفلة كثيفة مع احتمال كذلك لبعض تساقط الثلوج على كل من المنيعة وغردية بحول الله على القيمة التي يزيد علوها 800 متر سحب ستزدد كثفة على منطقة الوحات احتمال بعض الأمطار خلال الأمسية إن شاء الله أجواء مستقرة عن مناطق الجنوب الشرقي كذلك صحراء الوسطى مناطق الجنوب الغربي وحتى على أقصى الجنوب خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد تقس بارد على كافة المناطق الشمالية ننتظر 6 درجات دون الصفر على الجلفة درجة واحدة على العاصمة درجة واحدة كذلك وتحت الصفر على كل من تلمسان ووهران درجتين على غردية بسكر المغير وتقرد درجة الصفر على بشار ثم درجة على ولاية تين دوف حتى على ولاية إنسالح 6 درجة على إليزي ترتفل على 16 درجة على أقصى الجنوب أما خلال الظاهرة إن شاء الله درجة الحارة القسوى إن شاء الله دائما تبقى منخفضة على كافة المناطق الشمالية ننتظر 3 درجات على البيض 5 درجات على الجلفة ثم درجات على كل من جلمة ميلا خنشلة سوق هراس قسطينة نصطيف وحتى على بتنة وتبسة نشن درجة على العاصمة نفس الميقياس على غردية وحتى على لغوات ننتظر 11 درجة على بشار لـ 20 درجة على كل من تيندوف كذلك أدرار تميمون لأنه 20 درجة لإنسالح تمنا رأسة 24 درجة على جانت ترتفل على 30 درجة على أقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد مصرحة الأرصاد الجوية ترتقي بحر قليل اتراب على السواحل الشرقية لكن مضطر محاليا على السواحل وسطى والسواحل الغربية رياح معتدلة غربا لكن ضعيفة على الوسط وحتى على شرق البلاد غرب الشمس اليوم الغد الأربيع على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام سادسة وست دقائق أشكركم على المتابعة أمسي طيبة للجميع في أمان الله